الحمد لله رب العالمين يسأل البعض عن ممارسة الرياضة ممارسة النشاط البدني هي ضرورة سواء كانت في رمضان أو غير رمضان لكن هناك تحذير يستحسن ممارسة الرياضة بعد الإفطار بثلاث ساعات بمعنى بعد أن يتم هضم الطعام أما ممارسة الرياضة قبل الإفطار فبالإمكان طبعا بالإمكان لكن لابد أن تكون هذه الرياضة ليس شديدة ولا تحت درجات حرارة عالية ولا تزيد 60 دقيقة عن وقت المغرب يعني تكون 60 دقيقة بين ممارسة الرياضة وأدان المغرب ويفضل أن تكون بمكان بارد حتى لا يفقد بارد الجسم كميات من السوائل والأملاح مع مراعاة الحالة الصحية لمن يعاني بعض المشاكل وخصوصا مرضى السكر لأنه قد تقل مستوية السكر في الجسم أو الكبار في السن لكن الأنسب ممارسة الرياضة بعد الإفطار بثلاث ساعات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر